مشروع لتغليز العقوبة على محتكري وحابسي وحاجزي السلع قالوا انه لابد انه يشعر هؤلاء بانه الدولة بمطرقة على رؤوس الفسدة ده خلاصة الموضوع تشريعية النواب النهاردة بتوافق على التعديلات المقدمة من الحكومة لتغليز عقوبة احتجاز واحتكار السلع الاستراتيجية في الاسواق المصرية يعني كلمة الاستراتيجية دي كلمة يعني شايفة ناكة تشال لانه اي سلعة تحبس او اي سلعة تحتكر لابد ان يكون القانون فاعل فيها يعني انا تقديري وانا مش داع قانون بس انا تعلق عربية بسأله بيقود انه تشريعية النواب توافق على تعديلات المقدمة من الحكومة لتغليز عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الاسواق المصرية انا شايف لو انا عضو مجلس نواب هقول له يا سادة الرئيس نلغي كلمة الاستراتيجية لانه احتكار السلع يكفي اي سلعة حتى لو لم تكن استراتيجية احتكارها بيضع صاحب هذا السلوك المشين تحت طائرة القانون حتى لو لم تكن سلعة استراتيجية هو السلعة الاستراتيجية كم سلعة سبعة تمانية بتقالي اللي تقال عليهم فول ومش عارفوا زيت وجبنة وحاجات كده طب لو احنا جبنا سلعة تاني مثلا يا سيدي البصل هو سلعة استراتيجية البصل انا معرفش ما تردوا عليها اولاد انتم معايا ولا مش معايا معيش النهاردة الفريق اجازة النهاردة السلعة الاستراتيجية سبعة ممكن يبقى فيه سلعة تاني مهمة جدا السلعة الاستراتيجية بس سبعة فالقرار ده بينطبق على السلعة الاستراتيجية طب لو ماذا لو احتكر احد هؤلاء التجار سلعة غير استراتيجية طب والمفروض يقع تطائد القانون فانا شايف انه تضييق المجال على السلعة الاستراتيجية شايف انه في غير محل ده تقديري يبقى عندنا السلعة هيقول لي سرط سلعة السلعة الزيت والفول واللبن بالراحة يا ابني معاي يا ابني بيتمليني قول لي يا ابني تاني الزيت والفول والرز واللبن والسكر والمكارونا والجبن الابيض سبعة هم طب والعادس اخبره ايه سلعة استراتيجية لا ودي ايه اخبره ايه انا بسأل بس طب والباصل اخبره ايه طب والطماطم اخبرها ايه واحد مخزن باصل ومحتكره ليه انا هحط كلمة استراتيجية يبقى نعمل حاجة من اتنين يا اما اغير فكرة السلعة الاستراتيجية يا اما اشيلها يعني اما انه طالما القانون اقر بان كلمة السلعة الاستراتيجية يبقى خلي الجهة الادارية توسع من تعريف السلعة الاستراتيجية واتخلها 15 سلعة مش سبعة اما نشيلها من القانون يبقى اي محتكر يا جماعة ده رأيي طبعا التعديلات تضمنت الغاء رخصة المحل لحال قيام صاحب المحل بيغفاء السلعة فيه يعني لو مخزنها في مغزن نلغي رخصته ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 225 الف جنيه ولا تتجاوز ثلاثة مليون جنيه او ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة ايوم اكبر كل من خالف حكم المادة تمانية من هذا القانون وفي حالة العود يعاقب بالحبس المدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها رئيس جهاز حماية المشتهلك بقى يبراهيم السجيني قال تطبيق قرار وزير التموين بوضع الحد الاقصى للسعر على العبوة اول مارس المقدم اننا لمنتظرون يا وزارة التموين يا حماية المشتهلك يا اهل مصر يا حكومة مصر منتظرين وضع السعر على السلع بدءا من واحد مارس القادم السجيني بيقول ازمة الاسعار لها جزء عالمي احنا عارفينه وجزء خاص بتوافر العول الاجنبية وتعديل القانون هو عليك فقط الجزء الخاص بجشعة التجار وده يعني ده كفاء يا ابراهيم بيه جشعة التجار مؤلم مؤلم للأسواق افسد الأسواق والله افسد الأسواق وجعلها بلا حرمة ربنا اويكم بقول بعض التجار امنوا العقاب ومن يأمن العقاب يسيء الادب يعني الناس اللي بيأمنوا العقاب بيسيء الادب طبعا فينه هو بالنهار ده كلمه قاله يا جماعة المحتكرين المعروفين والحيتان الكبيرة معروفة والدولة تجيبهم من أفاهم والمفروض بياخدوا على دماغهم وفعلا بقول نحن في زر في استثنائي يتطلب مش عايزة اقولها بشكل او باخر نحن في امس الحاجة الى حالة طوارق اقتصادية في امس الحاجة الى فرض حالة الطوارق الاقتصادية على المحتكرين والجشعين تجار العملة الذين يستهدفون ليس فقط تحقيق اربع حرام وانما الايقاع بالدولة المصرية شايفين وبنسمع ونشوف كل حول طبعا طبعا في الخلاصة يعني ان البرلمان النهاردة مع الحكومة دخلوا فيه قصة تغليز العقوبة على المحتكرين وانا برضو وفقا للتعديلات المقدمة المادة 71 قانون الحماية المستهلك الصادر فيه 2018 اللي يكون نص الجديد يعقب الحبس المدة لا تقل عن سنة وغراما لا تقل عن 25000 جنيه ولا تجاوز 3 مليون جنيه او ما يعادل قيمة البضاعة المصر القريط وعشان بس كل التجار يبقوا ايه عارفين والجاهل بالقانون لا يعافي من المسؤولات يعني حتى الرجل الجاهل اللي مش عارف القانون لا يعافيه القيام بمخالفة من المسؤولات ده اول حاجة النهاردة في التشريع